طيب ورحلة العودة عشان الوقت بس يدهمن رحلة العودة كانت بنفس الطريقة لما رجع في رحلة العودة هو هو عند الله سبحانه وتعالى قال له يا ربي انت سبحانك وتعالى يعني اتيت بي الى هذا المكان قال يا محمد سلني ما شئت قال يا ربي انك اتيت كما قيل في بعض الروت ولها شواهد يعني في الصحيح انك اتيت سليمان بن داود ملكا عظيما كلمت موسى تكليما واتخذت ابراهيم خليلا وخلقت عيسى من روحك وخلقت آدم بكلمتك فماذا اعطيتني فقيل ان الله سبحانه وتعالى قال ان كنت اتخذت ابراهيم خليلا فقد اتخذتك انت خليلا وحبيبا وان كنت اتيت سليمان بن داود ملكا عظيما فقد جعلت لك هذا مدار بينه وبين الله لكن ما فيش رواية عن انا خايف اكون بقول غلط او يعني بعض الاسئلة احيانا بنخشى ان احنا نقرب منها هل الخشية دي مشروعة ولا نسأل عادة مشروعة اوي دخلنا عزيزي اذا هل رأى الله ووصف شكله او وصفه لا لا يستطيع احد مننا ان يصف شكل الله تبارك وتعالى لانه فوق التخيل ما هو رأى ما هو رأى هو بقول ايه نور ان اراه يعني هو بقول ايه من نوره لم يتمكى من رؤيته لا الى العكس هو نور ان اراه يعني اينما رأيته اجده نورا عندما رأاه وصفه لم يصفه غير انه نور ان اراه لان احنا عندنا في الاية بتاع سورة الاسراء بتقول ايه عظيم وراجع وكيف راجع الى مكانه اخذ من الله سبحانه وتعالى الهدية له والهدية لامتي فكانت هدية امته الصلاة اذ فرضت عليه الصلاة انا بتحدث عن كيفية الرجوع الرجوع بنفس الطريقة تغير ان الوقفة بنفس الطريقة برضو بالمعراج الذي صعد به او بالبراق ولكن الوقفة كانت عند سيدنا موسى عليه وعلان ابن الصلاة والسلام فيما يتعلق بتخفيف الصلاة